عرب وكذلك الأجانب تعملت معهم ماذا أضاف لك كل هذا المسار الطويل وكيف تقيمينه؟ أكيد رح يكون فيه إضافات إلى القالم إلى تجربة مع الألحان كل مرة ننتج أغنية سواء من إنتاج الخاص أو مع أي منتج كان هي تجربة جديدة هي مغامرة جديدة هي مزجل اللي كل ما هو يعني أنا نحب نمزج بين طبوع يعني في كل مرة نكتشف بلي هذه تولم مع هذه هذه لا لا مرات تتصيب مرات تتخيب والحمد لله طيب بالأغانية الرومانسية التي كتبتيها والعاطفية لقات رواج كبير في الجزائر أهل وهيبة تتوجه لهذا النوع لأنه فيه شعبية أكثر في الجزائر وأيضا من جيل الشباب أم تكتبين كل شيء لكن النجاح دوما يكون للأغنية الرومانسية لا ليس بالضرورة لأنها ناجحة هذا مجرد إحساس أنا نميل للأغنية العاطفية لأنني ملكت من الكتب الرومانسيين أنا فضل الرومانسية في كتابتي ربما هذا هو السبب الرئيسي ونجح الحمد لله كان لأنه ربما كان تكامل بين الكلمة واللحن ربما أحسنت اختيار الأصوات في معظم الأحيان هذا اللي خلى الناس تتقبل الأغنية العاطفية في مجال أعمالي أكثر من أنواع أخرى طيب تطرقتي إلى موضوع أنه تختارين صوت من يؤدي هذه الكلمات هل المطرب أو الفنان هو من يتج إلى وهيبة بوديب ويقول لها أحتاج أغنية من هذا النوع أم وهيبة تكتب ألحان وتراها في فنان ولا بصوت فنان فتقتاري حينها هي في الاتجاهين مرات أنا أختار يعني أكتب الأغنية ثم أضع عليها اللحن أو العكس مرات تجي الألحان ثم تأتي الكلمات ثم يأتي الاختيار نقول هذه غنيها فلان ليس فلان يعني بالتحديد كما يعمل الخياط ومرة تلقى هكا مكلامات يطلبوا مني أعمال معينة والحمد لله في الاتجاهين كان فيه ناجح كيفش كنت عاموا المبين فناني الجزائريين والعرب وكذلك الأجانب كنت فرق ولا عادي كنت فرق من حيث ماذا لأنه وللأسف الصناعة الموسيقية في الجزائر تقيلة بزاف وقليلة ومعنش إمكانيات لكن كنت عامل مع شركة عالمية أو لا توفر الإمكانية أكتر وربما نعمل بأرياحية وعندي عندي المساحة أكتر أني نبدع وأنني نجرب وربما نستعمل الوسائل التي لا نستطيع أن نستعملها هنا في الجزائر نتحدث أيضا عن هؤلاء الفنانين هل أسأت التقدير ربما في اختيار فنان أن يغني كلمة من كلماتك ولا أغنية؟ لا ما نخممش بهذه الطريقة أنا نقول بلي ربما مرات كأنها معادلة كان شي ناقص في المعادلة ونقدر ندار كوي لازم نجربي لازم نجربي لازم الإنسان يكون عنده تجارب بيش في المستقبل يعرف أنه هذا الخطأ نبني عليه أشياء أحسن ونتقدم أنا والفنانين نتعامل معا ما هي أغاني اليوم التي تفتخر بها وهيبة بوديب أنه من كلمتها ولا ألحانها ولا سهمت حتى في نجحها؟ معظم الأعمال نحبها ونميليها لكن حقيقة كي نقول مثلا ما هي الأغنية الأقرب بالنسبة لك؟ في الأعمال الأخيرة أغنيتها ياسمين عماري بكل صراحة مع لماذا كان فيه لقاء ساحري بيني وبينها الأغنية هي قلبي عنوانها؟ هي قلبي كلمات مع لحن كان مشترك يعني أعطتها لمسة خاصة هي فنانة بمعايير عالية فعلا اكتشفتها مؤخرا يعني كتعاملت معها وفيه تعامل ثاني إن شاء الله عن قريب أي نوع ربما كواليس؟ كواليس العمل يعني اتفقت على الكلمات؟ فعلا اللي نادرنا القناوي درنا حبينا ندخلوا شوية ديوان حبينا ندروا حجم مختلفة شوية نحب قتلك نذوق من كل شيء يعني كأنه كشف الحديقة كبيرة الفن كل ما تقض فيه وردة تعطيك لون آخر ورائحة أخرى يعني كشف المزيج كبير المرة الجاية شاء الله ستكون حاجة مختلفة تماما إن شاء الله تلقى أعجبكم إن شاء الله والطابع الجزائري والفن في الجزائري يعني مختلف الطبوع كل طابع يختلف عن طابع آخر لكن الأغنية الرايوية تميزتي فيها كثيرا مع بلال صغير مع فيصل صغير مع هيمو مع فنانين كثر ربما من قدرش نذكرهم كامل كدير جابوني أيضا الأغنية الرايوية هل هي مفتاح نجاح كل فنان حاليا لأنه كل فنان نشوفوه يقول لك أنه نغني طابع الراي لأنه عنده جمهور لما نملك قاعدة نروح لطابع أحد آخر يعني على الغالب هذه هي الفكرة لأنه الراي فن تقدري تقولي شعبي فن تلقى رواج فن هو اللي اكتسح يعني بالنسبة للأغنية الشبابية والأغنية الجزائرية عموما لكن أنا اختياري كان تحدي أكثر منه اختيار لأنه بديت نقتحهم كلمة الراي ولا أغنية الراي لما شفت أنها محتاجة لأقلام كما لقلمتها حبيت يكون يساهم يعني في تنظيف الكلمة لأنه كان فيها يعني انحدار نتحدث عن هذا نتحدث عن الأغنية الجزائرية للأسف كان لازم علي أنا وبعض الزملاء أنه يعني دار كل أمور لأنه خرجت على السيطرة أنا وعن ما كيف شعك تشوفي واقع الأغنية الرايوية في الجزائر لأنه هناك بعض الكلمات والألحان وأيضا حتى الفيديوهات ما يقدرش الإنسان يشوفهم حتى مع زملائها وعائلته يعني كأين كلمات غريبة حتى عن الجزائر والجزائريين صح ما زلنا في هذا المشكلة للأسف لأنه عبر اليوتيوب يقدروا يعرضوش يحبوه مكاش رقابة مكاش للأسف هنا شوية ذوق ذوق المستمع الجزائري رح يتقاس خاصة الشباب الشباب كأنهم يكتشفوا كأنهم في الأغنية العالمية والجزائرية يبدأ يكتشف لما يلقى رداء أكثر من الأغنية لكلمتها نطيفة وراقية يستهلكها لأنه هذا وشكين ما هو الحل بالنسبة لك؟ في الإنتاج لازم الإنتاج المليح يغلب لازم المونتيجين ميتبروش أنه هذه موجة راه يتمشيه احنا لازم نمشو عليها كلنا لازم نولو دايما للأصل ننسوش الأصل في الموسيقى التعنا باش ما نضيعوش ثوابت تعنا هل ضروري أنه سلطاته للوزارة الوصية أنه تدخل في هذا الأمر وتعالج هذا الأمر لأنه فيما سبق كنا نسمعه من لوندا أنه ضرورة تنقية وتصفية هذا المجال لكن للأسف لم نشاهد النتائج على أرض الواقع ولا عمل جاد من أجل هذا لأنه قلت لك كان مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأمور ما نقدروش نضبطوها لكن قناة اليوتيوب يقدروا كديوان عنده ثقل ويمثل ثقافة الجزائرية والأغنية الجزائرية بالذات يقدر يعمل معهم اتفاق أنه يكون تصفية كأنها كمعايير يحقوا لها نوقف هذا العمل طيب كان فنان ربما نزعجت أنه اشتغلت معاه ولا ندمت لأنه اشتغلت معاه لا لا الحمد لله كل راضية الحمد لله وكان أعمال ما تلقتش نجح اللي يعني توقعته لكن الحمد لله كان تجربة ضريفة دايما أنا في الأعمال التاعي نحس بلي هذا اللقاء الفني كأنه كأنه لقاء صداقة لقاء معرفة لقاء تعارفها كتقارب بينك فنانين طيب أنا حبيت نقول لك أسماء أنت تعلقي لي عليهم ما عليش تفضلي كدرجة بوني وش يعني لك؟ من الفنانين الكبار في الجزائر يعني مثل أغنية راي بطريقة مليحة يعني صحة وش رايك فيما يخطوه فيما يخص انتقاله لدبي وأيضا تأسيسه لشركة إنتاج هناك؟ هذا من الأمور الحتمية وكامل راح نروح لها يعني لأنه قلت لك هنا الصناعة الموسيقية فيها ضغط فيها ما تقدرش تخدمي يعني بكل أريحية لالجيرينو وانتي تعاملت معاه أيضا؟ نعم لالجيرينو لالجيرينو كانت تجربة هيلة مغامرة شابة لأنه كان هو يعني في الرب متخصص في الرب وتجربة الأولى في الغيناء كانت معايا في ديوم عاسيهم في أوريونطالدريم الحمد لله يسمى كيف يشغل مني وانطلق في الغيناء خرج من هذه كلها حبي تحكيني تجربة ربما الجمهور ما يعرفهاش على لالجيرينو وكادر جابوني لأنه احنا الفنانين نشوفوهم في قالبه معين لكن الجمهور دايما يحب التفاصيل أنه كيفاش داير ولا المشهد الفلاني في الكليب الفلاني كيفاش صرا؟ لو تحكيني على تفاصيل في الفيديو كليباتك وأيضا في الكلمات لما تقترحيهم للفنانين يعني لكوليس بين قواتك الكواليس كواليس معظم فيديوهات اللي تصورت ككليب أنا ندخل فيها من جانب سيناريو لأنه نحب صورة يعني تكون أقرب للكلمة بش الجمهور ما يضيعش لذلك ندخل كايين من الفنانين اللي ما يتقبلوش ولا مشاركة الإنتاج ما يتقبلوش هاد شيء؟ كايين ما يتقبلوش مثلا؟ هذه اللي خلتني نضطر أني نروح للإنتاج مباشرة نحوش نحوش نطلع المستوى في الوغنية أنا ولا كل الفناني الكتاب ولا منتجين ولا حتى مؤديا يعني فنانين كي تصيب منتج يكون يخمم تجاري فقط يعني بيزنسمان ما يهموش النتيجة ولا ما يهموش المستوى أنا ما نمشيش يعني في هذا كايين وين أنو صارت هناك مشاكل في بلاتو وقررت الإنسحاب من البلاتو؟ كايين نا مرة زوج معامن؟ لأن كل إحنا معامن فاهم نعدي شوية صعيبة؟ ما ما عجبونيش لسان؟ أنا نحب الفن يبقى فن يبقى هادف يبقى في لسانة؟ ما نحولوش إلى تجارة لأنه لا ووا ولينا نخمو فيه يعني تجاريا فقط يضيع يضيع الفن ونضيعو إحنا معاه طيب بدون ذكر الأسم كايين فنان جوزيري متقدرش تخدمي معاه؟ كايين كايين اسم واحد ولا أكثر من اسم؟ هي كايين أسماء كثيرة من بينها؟ تغني يعني في المام ستايل وعندها نفس الإتيجة ما نقدرش نتعامل معهم لأنهم في الإتيجة الخاطئ بكل صراحة ومازالت وريناليين باللي ما احنا رانا على صواب شكوين هادو الفنانين؟ احنا مرانيش نقول أنا راني خير من بزاف فنانين لكن مش عارف أنا كعندنا مبدأ الصح يبقى صح في الحاجة اللي ما تخدمش الفن وما تخدمش المجتمع وما تخلي ناشحنا نكونوا المرآة العاكسة يعني نهضروا على الواقع نحاولوا أننا نعطوا حاجة إيجابية للمجتمع التعنا وش من الفن هذا؟ وش نديروا بيه؟ احنا نحوزوا على الفن اللي يسمى يمقى على الواحد يشطح ويرد حماش ماهوش فن هذا ما عليش خلوا شباب يتنفس ما عليش أنا ما نجدد الأغنية الإيقاعية والأغنية الشبابية لكن في حدود هاي الحدود بالنسبة لك؟ ما نقيصوش وحب بعض الأمور هكذا يا تشغل تقيص الأسرة تخدش للحياة هذا ما نحبش نجاوزوهم نبقى مجتمع محافظة نبقى مع المجتمع محافظة كان أغنية عن الحرقة عن المخدرات عن تناولة هاد المواضيع بصفة سلبية وش رايك من هاد الأمر؟ هاد الأغنية لي ما نشجحها مش أنا أنك تفتح للمجال الشاب أنه يشوف بلي هدك هدك هو الحل وهو الحل الخاطئ تقدر تديه للهالك أنت إنسان خاطر على المجتمع أنت ما شيفنا أنت يوم إنسان مدمر بكل صراحة كاين في الصحة الفنية أسماء كثيرة؟ كاين ما أدرب نفسهم أنت قدرش تقول لنا أسم؟ لا ما نقدرش نقدرش لأني سنتخل في واحد المتاهات كاين صراعات في المجال الفني أنه وحيبة بوديب إمرأة راح نتعاني شوية مشاكل في الإنتاج وأيضا في كلماتها وألحانها؟ إيه تلقيت عراقي الأكيد من بينها؟ ولا حادي قصرت لك؟ أنا في بداياتي تلقيت عراقي الكاين بزرق منتجين ما حابوا شي يتعاملوا معايا على أساس أن مرأات تكتب فن الرأي والعاطفي ولا يقول لك مستحيل تكون في المستوى صعب عليها ما فرصت نفسي أنا شي مضيحة لولا فشلت وش رأيك في الطابعة الزنقاوي اللي اليوم ما نشوفوه أنه منتشر كثير وكاين منتجين أنت سبق وتعاملتي معاهم أيضا حتى فنانين نقولوا وحيد نقولوا بزاف فنانين وهم يغنيوا هات الطابعة وش رأيك فيه؟ هو طابعة جديدة موجة جديدة في الموسيقى كيكون النص هادف نص شباب الله معليش الموسيقى متهمش مدام أنها وصلت للقلوب مع أنتها حقها تناجح فيها حاجة أنا ضد النصوص اللي ما اللي تكون فرغة من محتوى فرغة وما عندها حتى هادف وما عندها كما المحتوى تعقى أي واحد مؤثر في المواقع الواصل التواصل الاجتماعي من بين الفنانين اللي عندهم رواج كبير هذه الأيام محملانه حبيت نعرف إذا ممكن نشوفوا تعامل بينك وبينه وكيف تشوفي أعماله أيضا؟ لماذا؟ 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 لما أنه فنان فيه جماليات يعني لما تسمعي كلام وتحسي أنه فيه شيء معني عندوش فراغة فني ربما يكون تعامل لأنه متفتحة أنا تلاقيت معها في الأستوديو وش حامل المرة كي كانت ساعد بوشلوش قبل من وفاته الله يرحمه وحتى كي كان نازين وقندور لكن مع جائحة كوفيد وأزمة صحية اللي كانت في الجزائر بعد راح كي ما يقول الاتصال مع بزي فنانين هذه الأزمة اللي رأنا عايشينها هذه الفترة طيب أنت الآن منتجة وهي بابوديب ما هي الاستراتيجية اللي أحضرها ولش كون هم الفنانين اللي تقوليلوا الآن أمام الكاميرا نسحقك تغني من كلماتي ولا من ألحاني ولا تكون معاي ضمن إنتاجي كين بزيف مثلا كين بزيف أنا يعني نفضل الفنانين اللي عندهم الصوت حتى هم يكونوش معروفين هذا ما لحظناه في إنتاجاتك الأخيرة كين اللي تعملت معهم مثلا كنت في برنامج الحن وشابب في خمس طبعات متتالية تعرفت على أصوات لما جت الفرصة يعني عاني ديت لهم كما كنت مع شركة قوستو معظمهم أنا اللي اتصلت بهم وعطتهم هذيك الفرصة وكين بزيف لي الحمد لله نتحوكي ما لم يبطوش حمد لله طيب إنتاجات الأخيرة بالنسبة سهيلة بالشاب وش رايك فيها؟ مليحة لكن تقدر تخير حاجات يوالموها أكتر لأني نعرفها نعرف صوتها نعرف قدراتها لأني كانت عندي تلميذة في الحن وشابب وتعرفت عليها أكثر يعني مدة طويلة تقدر تكون عندها يعني يقدروا يعطوها ألوان موسيقية تساعدها أكثر اختياراتها مش دايماً بالنسبة لي هذا رأيه شخصي اختياراتها مش موافقة دائماً ربما تحتاج المناجر يكون قوي من أجل تسييل لأنه عقلية الجزائر والفنان الجزائري ما عندناش هالثقافة تع مناجر إنه ليس صديق يخدم وحدهم كل واحد يخدم وحده وما يسمعوش النصيحة لما يكون يسن عنده تجربة جربت تقدمي نصيحة لسهيلة؟ جربت أكيد لأنه نحبلها الخير هي وكل فنانين البلادي يقعد نغيرها اليوم نكمل بولادنا وخياتنا وخاوتنا كلهم نقدم لهم النصح من باب أني بدأ بيكون المستوى أحسن تقدر تكون سافيرة الأغنية الجزائرية؟ تقبلت النصيحة؟ تقبلت النصيحة سهيلة؟ ولو ش ردة تعليق؟ لا لا تتقبل لا لا تتقبل هي تسمع لكن تكون وحدها وتكثر عليها الآراء مرات هي كنزة كلهم كلهم حتى ما نلحد لي مؤخراً ما نلحد اللي حققتها؟ تدف الاتجاه اللي راكي فيه مدنم نجحتي فيه قعتي فيه ما نلحد اللي حققته معها إن جاء نجح كبير وساحق بأغنيتين أنت حدثوا على هذا التعامل وأيضاً منال تعرضت آخر فترة الحادث مرور الحمد لله على سلامتها الحمد لله عشت مع هالتجربة ولا تواصلت معها؟ أكيد نتواصل معها أكيد نسقصي عليها من باب يطمئنان عليها إنسان يشجحها لأنه حادث ربما يؤثر على إنسان كي يكون ما تداكش قول وحده ولا ما نخلوهاش وحدها كاين تعامل جديد وحد آخر أو لا؟ كاين 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 كليب توقف التصوير لأنه المخرج كان في فرنسا وعالق في فرنسا هذه الأغنية اللي كان لازم تخرج ناسي بوميزة لا ديك لي مخرج هذا الإنتاج وإنتاج مليح وحي تلقى صاداكي ما تلقى أغاني أخرى لأنه في نفس الستايل لكن غيرنا شوية في الألحان الإيقاع مختلف نوعا ما لكن المنستيلة هذه إن شاء الله تكون إن شاء الله عن قريب إن شاء الله فيها جديد إن شاء الله على حسب المنتج إن شاء الله في الختام وهي بابوديب حبيت نخلي كلمة ليك وأيضا عمل إنتاج المرأة في الجزائر واشنو هي رسالتك للمنتجين الرجال؟ كاش نقول لهم؟ قل لهم الفنان يبقى فنان ما كاش اختلاف بين المرأة وال الرجل الإحساس يبقى إحساس والشاعر يبقى شاعر ورها الاختلاف عايشين في مجتمع واحد وعدنا نفس المشاكل ونفس الضغوطات ونفس المعيشة ونفس الأحلام ونفس ما كاش حاجة تمنع أني أنا نقدم شي جميل ولا راجل يقدم شي جميل ما تتعرقلوش بزاف الناس اللي حبت تبدع وتخدم خلونا نخدمه هذه هي وكامونتجة إن شاء الله إن شاء الله يا ربي بعد إن شاء الله تروح علينا هذه الأزمة الصحية ونقدرو نخدمه إن شاء الله يعني مساحة الخدمة تتوسع إن شاء الله نلحقوا حاجة ما أحسن إن شاء الله ونزيدون أكدونهم باللي المرأة قادرة على كل مجال نتقدر على كل تحديات إن شاء الله والدليل أمامنا شكرا جزيلا لك وهيبة بودين كنت معنا في نشرتيا ثقافية واتحدثنا عنك وليس فيما يخص الفن والفنانين في الجزائر والعرب شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك